اشتركوا في القناة وقال القجاع في الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس انه سيتم رصد حوالي عشرة مليار درهم لتخفيف اثار نقص التساقطات المطرية مؤكدا ان ثلاثة مليارات منها وبتعليمات ملكية ستأتي مساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واوضح القجاع ان 6 مليارات درهم ستتوزع على التمويل واعادة هيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار قائلا الكل يعرف انه عند كل موسم فلاحي الفلاحون يلجأون الى قروض بنكية لتمويل السنة الفلاحية ونشاطهم الفلاحي وسيتم في هذا الباب تمويل جزء واعادة هيكلة جزء اخر بحوالي 6 مليار درهم ويضيف القجاع ان مليار اخر سوف يكون هو التأمين في الموسم الفلاحي حيث قبل بداية كل موسم الدولة تتدخل الى جانب مختلف الفيدراليات المهنية بالقطاع الفلاحي لتأمين المحصول الفلاحي السنوي وبسبب ندرة التساقطات والتي لها انعكاس خاص على الانشطة الفلاحية الخريفية سوف يكون صرف هذا المليار لتأمين هذا الموسم الفلاحي وخاصة انشطة الخريف وتابع القجاع ان 3 مليارات المتبقية ستوجه الى مختلف الانشطة الفلاحية المتضررة خاصة تربية الماشية عبر توفير الاعلاف الضرورية وبأتمان مناسبة في مثل السنوات العادية وتوفير الادوية لمختلف المواشي الى غير ذلك من الاجراءات